بسم الله الرحمن الرحيم انا مقدار سراري طالب طب في جامعة موتى و راح اتكلم في هذا الفيديو عن كحانات USMLE وخصوصاً USMLE Step 1 في البداية USMLE هي اختصار United State Medical License Exam بتكون هذا من ثلثة كحانات Step 1 Step 2 UK و Step 3 تركيزنا في هذا الفيديو راح اكون على Step 1 طبعاً كحانات USMLE كما اغلبكم بتعرفوه متطلب اساسي للعمل الخصاص في امريكا اهم سؤال و اكثر سؤال بتكرر و في كثير من الناس بتسأل عنه متى ابلش ادراس الستيبون لالعمالي هذا السؤال ما ادو اي اجابة محددة و ما ادو اي قاعدة معينة ولكن يفضل ان تبلش بكتير كل ما بلشت بكتر كل ما كان الوضع احسن ولكن لا تبكر كثير من سنة اولى حاول تخلي الموضوع نصيحة الشخصية بلش بعد سنة اولى وقتها بكون عندك البيسيك كويس و امورك بتكون البيسيك كويس مفروض تكون عندك كويس مفروض تكون اساسيات الفارما اساسيات الباثو اساسيات المايكرو و دارس ثلاث موديولات يعني ان شاء الله الموضوع بكون اسهر عليك و اذا ما بلشت بعد سنة ثانية ثانية افضل موعد تبلش فيه هو بعد سنة ثالثة هو موعد اعتقد اغلب الناس بتحب تبلش فيه كونه بتكون خلصت خلصت البيسيك كامل دراسة الكلية و دراسة ستبون ولكن يعني يفضل انك تكون متذكر اكبر قدر ممكن من المعلومات سؤال ثاني مهم جدا انه كم بحتاج من فترة من اول ما ابلش لحد ما اقدم المتعاد طبعا هذا السؤال ببداه كمام برضو ما اعجابة محددة بس في مجموعة عامل بتحدده مثلا انت في اي سنة طالب السنة الثانية اكيد رح يخض معها وقت اكثر من طالب سنة رابعة وطالب سنة خمسة طالب سنة رابعة وطالب سنة خمسة اكيد المفوضة يكون عنده معلومات اكثر الخريج رح يخض معها وقت اكلك و معلومات كثيرة ممكن واحد خريجي خلصه في ثلاثة اشهر ممكن طالب سنة ثانية يقعد سنتينه يقدمه في سنة رابعة مثلا ممكن يخض معك سنة الى سنة ونص طبعا الوقت اللي اغلب الناس اعتقد تتفق عليه سنة الى سنة ونص ويفضل يطول عن سنة ونص لانه وقتها رح تبلش تمل موضوع لك سنة ونص كامل تدرس و لسه بعدك ما سويت اشي ما قدمت الامتحان موضوع رح تصير ذاق واخر فترة رح تسن انتاجيتك في فضل انك تضغط حالك في سنة او سنة ونص و تقدم الامتحان طيب نقطة ثانية مهمة كم ساعة ادرسه اليوم طبعا هذا الى اغلب الوقت لا اجاب محدد انها تعتمد على الشخص ولكن انت حاول تبلش تبدأ في التدريج يعني انت شخص تدرس ساعتين في اليوم حاول تدرس لك فترة لساعتين ثم تزيدها لثلاث ساعات ثم تزيدها لأربع ساعات ثم تثبت عند رقم معي مثلا اربع او خمس ساعات حاول اهم اشي في موضوع الوقت كم ساعة تدرس في اليوم اهم اشي كم الفترة تستمر فيها يعني احسن ان تدرس اسبوع كامل في خمس ساعات يعني اهم اشي الفترة يعني استبوع زي ما بسموه ماراثون هو ماراثون اكزام انتحان بحتاج نفس طويل وكمية معلومات كبيرة فالمهم هو الوقت اللي بتستمر يعني عدد الايام اللي بتستمر وانت بتدرس في نسق ثابت هذا هو اهم اشي طبعا انا كده رح تمر عليك فترات من الفتور وفترات من عدم الرغبة في الدراسة وفترات من النكد بس الوضع الطبيعي انت حاول انك تخرج من هاي الفترات كلها وحاول ترجع للدراسة في الوضع الطبيعي بس في سؤال ثاني مهم اللي هو شو الفرق بين الكلية وبين ستبوع اهم فرق هو رقم واحدة اللي هو طبيعة الاسئلة طبيعة الاسئلة عنا في الكلية اغلبها تعتمد على الحفظ المباشر واغلبها اسئلة واغلبها اسئلة يعني فيه نمط كثير سؤال معروف هالاسئلة مستحيل 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 او في امتحانات او في امتحان او في امتحان عالمي هاي الآن هذا النمط من الاسئلة هو غالبا استخدام الكاترة الكليات هو اصلا نمط صيئ ما بقيم في طريقة كويسة كمان فيه نقطة ثانية من اسئلة ستبوع هي عبارة عن مش كلها فرست اوضر كوشن نشوف عنها فرست اوضر كوشن عندي انا هذه المعلومة البعرفة عندي هذه الاجابة في ستبوع انا ممكن احتاج اكثر من خطوة عشان اجاوبي السؤال يعني انا ممكن احتاج اكثر من خطوة مثلا بعطيك انا دواء ها الدواء بسوي اعراض معينة هاي الاعراض معينة لها علاج معينة انا بطيك بس الاعراض وديك تطلع العلاج فانت محتاج تعرف الدواء عشان تعرف الاعراض بتعالج هذا الدواء خلينا اعطيكو امسل على الاسئلة لانه زيك الشرخ ما اعتقد اتفهم شوف الاسئلة بتلاحظ ان السؤال مثلا عبارة عن clinical scenario مثلا معطيكها vital signs هذا الديمو في اليوورد ومعطيك مثلا physical examination فانت من هذه المعلومات مفروض انك تطلع الاجابة شوف السؤال كيف كيس ما في one of the following are false شوف سؤال ثاني مثلا معطيك صورة هذه الصورة مثلا مفروض تكون دارسة من الدراستك للباثولوجي تقدر انك تجاب السؤال كويس هذه الصورة برضو صورة ومعطيك مثلا صبغة معناعية معينة شو شو طالب السؤال مثلا طالب منك explanation لنوع الانيميا هاي شوف كمان اسئلة برضو هذا السؤال معطيك صورة كثير بحب ويعطي فيها صور برضوها مثلا 18 years old man come to your office two days pain is constant ويعطيك physical examination finding وبعطيك برضو history وبعطيك برضو history فهاي هي طبيعة الاسئلة غالباً يطلب منك تشخيص مباشر غالباً يطلب منك تشخيص مباشر أو بطلب منك باثولوجي أو بطلب منك تريتمنت طبعاً هاي الاسئلة التي تقدر ان تشوفوها فتح علي الـ word نعم نسخة الديوم وشوف طبيعة الاسئلة كيف يعني سألك هنا عن الدياغنوس مثلاً ما في اسئلة مثلاً كلمة واحدة يقول لك تنبأ شو هي الاجابة أو يعطيك true أو فوسائل الاسئلة وشوف اغلب الاسئلة كما شفناها clinical scenarios هذه النقطة مهمة كثير مهمة كثير لانه هاي بتفرق طبيعة دراستك و بتفرق طبيعة دراستك في الكلية عن step 1 نرجع على النقاط الثانية عندنا النقطة الثانية هي طبيعة المعلومات طبيعة المعلومات الكلية بتحسهم كثير كثير بركزهم على تفاصيل مملة وتفاصيل مالها داعي وخصوصاً في مواد مثل البيو كيميستري يعني ما في داعي في step 1 تحفظ أي بيو كيميكال باثوية في key enzymes أو اللي هي بسموها step regulating enzyme يعني enzyme regulator هاي الانزايم كثير مهم تحفظها ولكن ما في داعي تحفظ أي باثوية في step 1 هاي نخطمهم معنا في الكلية العكس في تفاصيل زيادة في الباثولوجي برضه ما في داعي تحفظها بس طبعا الانفورميشن هاي تبع step 1 أنا بأخذهم المصادر الخاصة في step 1 اللي هي أهم ثلاث مصادر طبعا راح أتكلم في شكل مطور عن كل المصادر ولكن أهم ثلاث مصادر ولكن أهم ثلاث مصادر النقطة الثلاثة اللي هي بعض المواد كيف هاي يعني؟ بعض المواد عندنا ما بتنشرح في الكلية أو بتنشرح في طريقة مختلفة مثلا عندك مادة الاثيكس وفي عندك مادة إضافية في step 1 اسمها communication skills في عندنا الساكولوجيا الساكولوجيا بتفرق كثير بين الكلية وبين step 1 وفي عندنا كمان برضو إضافات في موديولات زي السي أناس في إضافات في كل موديولات طبعا في الجين الرباثولوجي برضو في اختلاف كبير ولكن أهم فرق أهم فرق لقيته هو في البيوكميستري أنا متكلم عنه هان البيوكميستري في step 1 تشمل أربع مواد وهنا سريلر بيولوجي جينيتيكس موليكولر بيولوجي وبيوكميستري بيوكميستري ومتابوليزم أربع مواد تحت بند واحد تفتح كتاب في first aid بتلاقي البيوكميستري أول شابتر تشوف أنه فيه أربع مواد أربع مواد هاي اسمهم بيوكميستري والفرق الرابع برضو فرق مهم فيه مواد كثير في step 1 ما عليها كثير من التركيز مثلا ماتريستولوجي مثلا ما عليها أي تركيز في step 1 مش مهم كثير تدرسه برضو الأناتومي التركيز عليها أقل في كثير من الكلية مهم يمكن في أكمل مديول مثلا نيورو المس اس كثير مهم فيهن الأناتومي بس ما قل مديولات الأناتومي فيهن يعني بسيط كثير في بعض المواد عليها تركيز إغافي الباثولوجي عليها تركيز كثير خرافي مثل ثري بيز هم اشي في step 1 فارماكولوجي فسيولوجي وباثولوجي هاي المواد كثير بيجع عليها اسئلة رايح حوضح توزيعة الاسئلة في الامتحان بعد شوي ولكن لا أحب التركيز عليها مثل ثري بيجع الأناتومي وعندما يرتدينا الامبرولوجي هو مادة أهم من الانتومي في step 1 في سيطرة أعلى من الانتومي ويجعلها أسئلة أكثر من الانتومي في step 1 بس طبيعة المعلومات طبيعة المعلومات تركيزها في step 1 هي اهم كلينيكيا من علاقة الأناتومي لأنها مواد ليست ضعجة ويوجد أشياء الزيادة في step 1 ولكن الطبيعة المعلومات وطبيعة الشرح يجب أن تفهم أحسن في كثير من طبيعة الشرع في الكلية أيضا، تركز على الجانب الكلينيكي كما رأينا، كلها سائنس، كلها سيمتوم، كلها فيتال سائنس وطريقة السؤال تأتيك كيز يجب أن تتعامل مع المعلومات الأساسية تربط المعلومات الأساسية في الحياة العملية هذه أيضا نقطة مهمة فترات التحضير، هناك فترة الثانية للتحضير هناك فترة الأولى وهي الفترة الثانية والفترة الثانية وهي فترة التعرف على المادة العلمية أو فترة الدراس الأولى يعني شو؟ أنت تمسك كتاب الفيرستيد أو البوردان بيوند وبتمسي معه تدرس مديون مديون وتدرس الجنرال في هذه الفترة، المفوضة أنك تحاول تتطلع على كل المادة العلمية وتحاول أنك تتطلع على كل شيء وتفهم كل شيء حاول أنك تحفظ شوية الحفظ كويس في هذه الفترة ولكن هذا الحفظ ليس رائح يستمر معك ولكن هناك نقطة في الستبوى أن أغلب الناس تغفل عنها كمية المعلومات لنطلوب منك كمية معلومات كبيرة جدا يعني في هذه الفترة أكيد ستنسى كمية كبيرة من المعلومات شو هي أحسن طريقة عشان نتذكر المعلومات لفترة طويلة؟ أحسن طريقة هي التكرار يعني نحاول نكرر المعلومات مثلا نضروف معلومة مرة أو مرتين طبعا في برنامجي اسمه أنكي بساعدك في هذه الشغلة أنا ما استخدمته كثير للأمانة ولكن استخدمته في بداية فترة تحضير أحسن طريقة للتكرار هي حل الأسئلة كلما حلت أسئلة أكثر وكلما كررت في حل الأسئلة كلما صار عندك نظرة أحسن وصار عندك تفكير أحسن في كل سؤال بتشوفه فترة الثانية هي فترة الديديكيتد هذه الفترة جدا مهمة وهذه الفترة الأساسية في التحضير الامتحان هذه الفترة تقريبا هي عبارة عن 3 إلى 4 أشهر قبل الامتحان انت بتحددها بس في الغالب 3 إلى 4 أشهر قبل الامتحان يفضل أنك تشترك فيها في الـ u-word طبعا راح اشترك عن الـ u-word بعد شوي وأنك تحاول تلاقي أي ضعف أو أي نقطة خلل عندك وتحاول أنك تصلاحها في هذه الفترة لأنه انت امتحانك بعد 3 إلى 4 أشهر والمفروض انك تكون مجهز امور الامتحان نعم سوى امتحان الامتحان ودافع الرسوم وعارف معد امتحانك في الفترة ومجهز امورك ومراجع اي اشي حاسك ضعيف يسر اي حبضها اكتر هاي مجموعة من النقاط المهمة النقطة الاولى النقطة الوقت زي ما قلنا فترة التحضير في الغالب في الغالب مع الطابب انتصب تأخذ من سنة لسنة ونص اذا كنت خريج تأخذ معاك اقل ولكن الموضوع الوقت مهم جدا انك تحاول تستغيل اكثر وقت انتاجية انتفيه يعني مثلا بدل ما تقدم امتحان على سنتين وممكن تضغط حالك في سنة او سنة ونصف فهذه الفترة تضغط حالك اكثر وتدرس اكثر لان كل مطالة فترة تتحضير عنها كثير مثلا دراستك كيف ماشية انتهاك تدرس ويزيد الدراستك فجأة ويزيد عن فترة وعين تبدأ ان تنزل دراستك لانه هنا المنى البوك لك وزيادة التفكير تقول انا ناس المادة وانا ما درست كويس وانا قصرت فانتو افضل انك تقدم وين فهذه النقطة النقطة انت فيها في البيك في دراستك فانت في مرحلة عالية من دراستك يفضل انك ما تطول فترة التحضير كثير يعني من سنة الى سنة ونصف فترة ممتاز كثير التحضير خصوصا اذا كنت طالب سنة ثالثة او خلص سنة ثالثة وحاب تبلش في استيبون النقطة الثانية الاستمرارية هاي نقطة مهم كثيرة زي ما قلت قبل شوي استيبون هو عبارة عن ماراثون في كمية معلومات كبيرة ولازم تدرس تقريبا لفترة طويلة في طريقة ثابتة يعني مثلا بدروس لمدة 200 يوم مثلا ثلاثة ساعات او اربعة ساعات في اليوم كيك احسن مما تضغط حالك في فترة قصيرة تدرس مثلا ثمان ساعات وبعدها ما تقدر تدرس طبعا كل ما درست اكتر كل مكان احسن لكن ادرس في ذكاء حاول تعرف اشياء المهمة حاول تعرف على طبيعة الاسئلة هذا موضوع مهم كثير الثالث نقطة هي نقطة حلوة ومش حلوة في نفس الوقت اللي هي نقطة باسفيل نقطة باسفيل الحلو فيها انه تخف عليك الضغط النفسي ما في ضغط نفسي انك تجيب علامة ما في داعي تجيب مثلا 260 او 270 او 250 خف الضغط النفسي من هاي الناحية الناحية السلبية فيها انه علامة ستيب 1 كانت تدعم الطلاب الامجيزة ما يطلوا على امريكا كانت تدعمهم وكانوا في العادة بجيبوا اعلى من الطلاب الامريكان فبعطيهم فرص احسن هاي النقطة السلبية في موضوع الباسفيل رابع نقطة الخوف الخوف طبعا هو شعور طبيعي عند كل الناس طبعا هذا الشعور اللي تتغلب عليه ولازم تتواجه والخوف بسيطة كويس ولكن اذا زاد عن حده راح يخرب كل الطليق و اكثر اشي بيخاف من الطلاب انه انا شخصيا كنت خاف منه انه انت بتخاف انه انت ناس المعلومات مثلا درستها فترة طويلة و ناس المعلومات هذا اكثر اشي بخوف اهم اشي التكرار و احسن طريقة للتكرار هي التكرار حل الاسئلة او البطاقات الفلاش كارد زي انكي ندخل الان على الريسورس هناك مجموعة من الريسورس يعني فيه فيديو باست ريسورس وهو بكون زي سلايد وفيه واحد توكر بتكلم و بشرح هذا السلايد و برسم كمان هناك مصدر كثير مهم و لازم كل الطلاب يستخدمونه البوكس اهم كتاب طبعا هو الفيرست ايد فلاش كارد زي انكي راح تكلم عنها بعد شوي و في عندي النقطة الاخيرة اللي هي سيف اسسيسمنت قلينا نبلش في الفيديو باست ريسورس اول نقطة بوردن بيوند بثومس كيتشي بكسورايز فيسيو و شوية قناة التيوب هاي المصادر استخدمت اشياء معينة منها رايح اوضح اكثر في البداية بوردن بيوند بوردن بيوند زي ما تشعفين هو الـ gold standard video resource وهو gold standard لأي طالب حبيب بله جديد في step one هو واحد من اشمل المصادر الموجودة ل step one طبعا اللي بشرح الطبيب قلب امريكي اسمه دكتور جيسورايان طريقة تشرحه كثير ممتازة كثير بفهم و مرات بعطيك من خبرته يعني فيه اشياء هو بقولها في الفيديو حرفيا تنزل في الامتحان حرفيا ايش بقوله في الفيديو كثير اسئل في الامتحان كنت جاوبها بس من كلامه يعني الدكتور جدا رهيب وهذا المصدر يعني highly recommended و بنصح الجميع يبلش فيه يدرس منه طيب انا عندي مجموعة نقاط عن بوردن بيوند مجموعة ملاحظات انا لاحظتها بعد دراستي حسا general micro طبعا الميكرو زي ما كنا زي ما هو موجود في كتاب ماكرو مكسوم قسمه ماكرو بيولوجي اللي هو غالبا بخضوه في سنة ثلانية الفاصل اول اللي هو general virologي و general pectology و specific ماكرو بيولوجي اللي هو مثلا ماكرو بيولوجي الجنرال يدرسوه من بوردن بيوند مافي اي مشاكل وعبارة تقريبا اعتقد عن فيديوهات ساعتين لساعتين ونصف زي ما قلنا بوردن بيوند ندرس منه general microbiology المايكرو بشكل انام يفضل من ندرس من بوردن بيوند مع مدد دينغل لانه المايكرو بوردن بيوند الامان فيديوهات بادلة و المايكرو مدد فيها كتير تفاصيل فالاحسن ندرس المايكرو من سكيتشي يفضل ندرس السيستمز كاملات من بوردن بيوند يعني زي ما كتير سفاح في بعض السيستمات مثلا cvs system neurology system renal جدا جدا سفاح في كل السيستمات بيوكميستري برضو سفاح في بيوكميستري يفضل ندرس بيوكميستري بوردن بيوند بيوكميستري موجودون هن ثلاثة موجودات كاملات في بوردن بيوند موجودات في اسماعي جينيتكس بيولوجيا بيوكميستري ثلاثة اجزاء موجودة بيوكمي في بوردن بيوند بيوستاتيستيك برضو كان مصدر اساسي بوردن بيوند و كمان قناع اليوتيوب راح تكلم عنها بعد شوي الاثيكس اسئلة الاثيكس تقريبا صارت قليل كثير في الامتعان أو تغت و صار بدالها اسئلة الكميونكيشن سكيلز الكميونكيشن سكيلز انضافة جديدة هذه تغييرات صارت في 2020 راح تكلم عنها بعد شوي سابليمينت نيدد احد JAMES جنرال باثولوجي يفضل ان ندرسه من باثومة باتوما مصدر اول ثلاثة شباتر شارتر من 1-3 للثلاثة عامل باثولوجي هناك موضوع جدل ايهاذ ادرس باثومة اذا كنت انا ذلك ليس اذلك اذا كنت Tah respuesta ف caused student إذا كان معك وقت زيادة أدرس باثومة يعني بستاهل يندرس دكتور ستار طريقة شرحه كثير ممتازة كثير خرافية وبرسم كثير والدكتور كثير رهيب وكثير أشياء منه بتيجي في الامتحام بس برضو بطال عنده نقص شوية وخصوصا في مواضيع الباث الفيسيولوجي حسيتا عنده نقص بوردان بيوند ممتاز كثير في الباث الفيسيولوجي فالمصدر الأول زي ما قلنا والجولد ستاندرد هو بوردان بيوند بثومة ممكن تستخدمون الباثو ويفضل تستخدمون الباثو ولكن ممكن أنك ما تستخدمه عادي نروح على المصدر الثالث اللي هو سكيتي ميديسين سكيتي ميديسين للمايكروبيولوجي هو القولد ستاندرد يفضل تدرس المايكروبيولوجي من سكيتي الفارما في سكيتي الفارما في سكيتي الأمانة ما عجبتني حسيت فيه كثير فيديوهات عجقة وفيه أشياء كثير نت رليتد للفيديو نفسه حسها كثير عجقة الفارما ولكن الامان استخدمتها في CNS و CVS فارماس CNS كانت كثير رهيب من سكيتشها طبيعتها صعبة و طبيعتها شوية لفارماس CNS كانت كثير ممتازة من سكيتشها فارماس CNS كانت كثير ممتازة من سكيتشها الباقي شفتن بس ما اعتمدت للأخير ما اعجبني كثير بيكسورايز بيكسورايز هو مصدر شارح نفتح الموقع والموقع تطور موقع فتح جديد وأولا نتخدم شارح بيو كيميستري ثم شارح بيو كيميستري مثلا ان شارح ميكرو ما اعطلت تلك مصدر فارماسي لم ترى الامان الويو كيميستري ولا ايقب عليها كافية مستخدمة انا استخدمت اكثر ايش في بيو كيميستري فارماسي نظامه نظامه اكتب مثلاً في بعض الأمراض مثلاً هاي لازلون من الستورج ديز هي بس حاول تتذكر كثير صعب انك تتذكرها بس مع شوية مساعدة من بيكسورايز بتقدر تتذكرها يعني بيكسورايز كنت استخدمه في الأساس للأمراض فقط ما كنت استخدمه مثلاً متابوليك باثويه لليكوليسيز ما استخدمت وليكترون ترانسبورتشين أصلاً ما كنت حفظهن هاي الباثويه كنت استخدمه بالذات للأمراض في مجموع من الأمراض في تشابتر نيوروب أتذكر اسمها Turbo في مجموعة أمراض شوية تقيل الدم في كتاب الفيرستيد درستها بيكسورايز في بيكسورايز كثير ممتاز غير عن نيروناتوب موجود مع البي كيمستري كثير كثير ممتاز بيكسورايز كان مصادر مفيدة في المواضيع الصعبة و المواضيع اللي حفظها صعب كنت أستخدم بيكسورايز فعلا مواضيع اللي حفظها صعب غير ماكروبوليجي لأن الماكروبوليجي من درسه من سكيتشي لأميون للأمانية ما استخدمته بس برضو ممكن تستخدمون الأمراض بيكسورايز مصدر الثالث هو موقع اسمه فيزيو الموقع بلش في شرح فسيولوجي كان الموقع مجاني في الأخير بعدين صار مدفوع مجاني في الكاميرا بعدين صار مدفوع بلش يضيف كمان فيديوهات لاف اناتومي ضاف فسيولوجي تقريبا نسمغطة اغلب من تستيبون هلأ استخدم أولاء آل الأمانية ما شفت فيها الفائد الكبير الموقع بيضافة الكبيرة التي تضيفها على بوردان دليون ممكن تستخدمون في بعض المواضيع الفيسيولوجي التي تشعرها صعبة ممكن تستخدمون في بعض المواضيع الاناتومي برضو تشعرها صعبة مثلا بلوك اناتومي شرح كويس فسيو بس انو استخدمون كثير لا استخدمون مرة او مرتين فقط برضو عندهم شوائد فيديوهات ميكرو السكيتشي ماكرو موش مغطى الماكرو كامل ممكن تغطى الجزء الناقص منه من فسيو بس برضو عادي ممكن تتقرأ من الفيرس ايد وتريح رأسك من الفيسيول فالمصدر هذا يعني بس حبيت اذكر ليس مهم كثير تستخدمها نندقل لمجموعة القناوات على اليوتيوب القناوات مجانية و قناواتها كثير خرافية هذه القناوات كثير خرافية خصوصا ديورنج ديورنج بريود خصوصا ديورنج ديورنج قناة ديورنج ديورنج يعني من أربع القناوات الموجودة بسرح ستبوان طبعا هاي القناة تخدمها بالذات بذات ممتاز كثير للهارد في بعض المواضيع بتكون موضوع غريب موضوع شوي صعب موضوع شوية مش واضح موضوع تحس الموضوع صعب على كل الناس موضوع يلدم نفس الموضوع ممكن تستخدم ديورنج ديورنج يعني طريقي تشرحه كثير سلس وبستخدم مونيكس يساعد يعني كثير كثير بساعد طبعا استخدمته آخر شهرين قبل الامتحان كثير فادني في الامتحان كثير فادني فادني في طريقة مكنت متخيلة ان القناة متجنيع يوتيوب ممكن تفيدني فيها وبرضو الكميوكيشن سكيل شارح شوية فيديوهات كوميوكيشن سكيل طبعا بوردانت بيون مش شارح فيديوهات كوميوكيشن سكيل بس كوميوكيشن سكيلز درسته من ديورنج وقناة باندي نيل اللي هي القناة مخصصة للبيوستات بالذات بشتراح الزلمة ببيوستات في طريقة رهيبة برضو بنصح تفرجوهن آخر سبوعين قبل الامتحان بساعدنا كثير في أسئلة البيوستات برضو عنده فيديوهين أعتقدكم communication skills أذكرت رجل قبل الامتحان في يوم فهدان كثير هاي القنوات يعني ما بنصح إنكم ما تفرجوها لازم الكل قبل الامتحان في شهرين تبالج تتفرج هذه القنوات دير تيميدس نحاول تكمل فيديوهات كاملة بديوهات كثير رهيبة بيسرح بعض المواضيع مثلا اعتقدت موضوع زين اخي كان السيفالسبورن اسماء الأدوية هذا A generation كان موضوع شوي صعب حتى مع سكيتشي شوي صعب الموضوع بس مع دير تيميدسن بيقدر رتبهم في الطريقة انك تحفظها السيفالسبورن A generation طبعا وشارك كثير مواضيع بس هذا مثال على المواضيع الشارحة ننتقل للموضوع البعدي موضوع الكتب شو هو أحسن كتاب أدرس من الوستبون الكتاب معروف كثير كتاب First Aid طبعا انا شخصية ما درسته كثير وما بلشت فيه انا درسته في الأخير اخر 4 شهر بلشت ادرس شوية من First Aid و رحت عن امتحام وشو مكمله انا بشوف انه BORDEN BEYOND بغطى جزء كبير جدا من First Aid انا اغلب تركيزي في البراس First Aid مشكلة الكتاب ان الكتاب كثير مضغوط كثير كوندنسد معلومات مصفتة في بعض بطريقة اذا انت مش فاهم الموضوع اصلا مستحيل تفهم فيفضل انك تفرج فيديو BORDEN BEYOND و ترجع لنفس الصفحة كتاب First Aid من البداية انا اخرت First Aid درسته في الأخير درست منه بس اكمل شابتر بس الحمدلله ما حسيتها فارقة معي كثير بس انا بنصح اذا حب تبلش جديد بلش BORDEN BEYOND First Aid مع بعض فيديو مثلا نفرض موضوع كتاب First Aid هاي النقطة كثير مهمة هاي النقطة كثير مهمة هاي النقطة كتاب First Aid فقط بتراجع منه في طريقة سريعة و كتاب كنت استخدمه كتاب كنت استخدمه زي Check List فقط الموضوع هاي درسته تمام درسته تمام بي شوية موضوع زيادة بتلاقي حالك مش دارسه و تدرسه منه ولكن الموضوع الدارسه ما في داعي تحفظ الكتاب حرفي زي ما اغرب الناس بقول ما في اي فائد انك تمسك الكتاب تقعد تحفظه في طريقة حرفية ما في اي فائد زي ما يقول كتاب المراجعة السريعة و كتاب Check List الأمانة لا يوجد كتب أو أخرى ممكن تستخدمه كتب الأخرى وننصح طبيب وننصح كتب كتب الأنطرمي أو الأمر الكتب المستخدمين لا يوجد كتب العديم ننقل إلى البنوك الأسئلة حلالي الأسئلة يوجد من قبلها بانك من أسئلة و أيضًا لدي أسئلة من قبلان و أيضًا بانك من أسئلة أسئلة من قبلان وكسب توصيلين أحسن ب المعضلة من قبل وكسب يدعون أن أصلا بها أحسن مقبل أن أعظم بها المعضلة يوجد تأويل أيها الأسئلة عليك اثنين ثانية و اصدقائي سوف تتكلم عنه في التفصيل المملة لأنه مصدر كثير مهم تقريبا بقدر أقوله هو مصدر أهم مصدر في كل مصادر step 1 هو الـ U-word عندي U-SML ARX هو موقع على النت تسوي عليه حساب كل خمسة أيام طبعا ماشي مع كتاب First Aid مثلا chapter cardio عليه أسئلة في First Aid chapter cardio مثلا درسته من First Aid on board and beyond تحل أسئلته من Rx طبعا استخدمته أنا أول بلس التحضير كنت شو أسوي كنت أدرس chapter مثلا كارديو أدرسه بعدها أحل أسئلته من Rx كنت أسوي حساب خمس أيام مجاني أحل أسئلة الكارديو وخلص خلصت الكارديو مثلا بعدها أروح أدرس الـRS خلص الـRS أسوي حساب ثاني خمس أيام مجاني وأحل أسئلة الـRS في أمبوس بنك أسئلة برضو كثير ممتاز بس أسئلته شوي صعبة و شوي معقدة خلصا أسئلة ستبون فيه شوي صعبة و شوي معقدة ممكن تستخدمه آخر فترة التحضير يعني إذا حاب تشوف أسئلة زيادة إذا حاب إنك تزيد من الأسئلة و ممكن عادي إنك ما تستخدمه برضو إلو مكتبة مكتبة طبية فيها كثير معلومات فيها كثير مقارات للايوان المكتب كثير رهيبة بس هي رهيبة أكثر لليكنينيكال ما بنصح في المكتب الاستبوان ممكن تستخدمها إذا في معلومة معينة صعبة أو معلومة استصعابة ممكن ترجع لمكتبة أمبوس آدي يعني برضو مش من المصادر الأساسية أهم مصدر زي ما قلنا اليوورد تستخدم ار اكس أول مرة بتدرس مثلا دراستيكاردي أول مرة بتحل بعدها أسئلة ار اكس تمام حسا اليوورد زي ما قلناه أهم مصدر استبوان أهم مصدر مصدر أهم من الفرست ايد أهم من موردان ديوند أهم مصدر هو اليوورد تمام حسا اليوورد ستجيك الموقع نفسه سيكون كثير من الناس بسأل اشترك في الموقع أو لا لأمان الموقع من ستجيك فيه ماشي ممكن سعره شوي مرتفع يعني تسعين يوم 400 دولار تقريبا 160 يوم تقريبا 440 دولار فهو كثير بس برضو المصدر لازم 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 أي طالب دي قدم استبواني اشترك فيه لان الموقع كثير خرافية برضو توضيحات كثير خرافية وفيه صور كثير رهيبة غير عن الصور برضو بأعطيك يسميه Detailed وهو Performance سوف أعطيك المثال نعم نعم Performance ومحلة هاي لاسئلة بس يكون تخوص سوف أعطيك Performance لكل مادة انت درستها مثلا الاناتومي مثلا كاميرا البييرانك تبعك وهكذا سوف أعطيك في التفصيل موبيل مثلا انا اذكر كان عندي ضعف في موديول الريبرودكتف وكان عندي ضعف في موديول الرينا فمثلا انا فهمت الضعف لانه البييرانك تبعك كان كثير واطفيهم علفت انه عندي ضعف فيهم ففي اخر فترة اللي هي فترة Dedicated ركزت كثير على الموديولات وعوضت الضعف اللي عندي فمشان هاي الشغلة وانصح الجميع يشترك في الـ يعني في ناس بقول لك حلو أوفلاين انا ضد فكرة تحلو الـ هو يعني المصدر كثير خرافي كثير مفصل برضو عندهم اضافات زي مثلا الفلاش كارز ممكن تستخدمها آآ الله ما صلى الله عليه وسلم الآن هناك سؤال ثاني مهم اللي هو متى استخدم الـ قلنا الـ لازم نشترك فيه يعني لازم اي طالب يشترك فيه اشتراك ثلاث أشهر او اشتراك ستة أشهر انت حسب وضعك وحسب شو شايف الآن السؤال الثاني اللي هو متى استخدم الـ هذا السؤال في كثير من الناس بقول لك استخدم الـ من البداية الأمانة انا ضد هذه الفكرة نهائيا لانه الـ لانه الـ مراجعة وزي لملة كل المادة برضو فيه معلمات اضافية لا تستخدم الـ يعني تقريبا اشترك تقريبا انا اشترك فيه شهره داعش قدمت امتحاني في شهر ثلاثة تقريبا 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 4 أشهر محتاج تقريبا اليوورد محتاج منك حشان تحلو 4 أشهر 4 إلى 5 أشهر تقريبا فانصح تشترك فيه قبل 6 أشهر من الموعدة الامتحان وتبلش تحل طبعا كيف تحل الـ كل يوم تقريبا 40 إلى 60 سؤال تحل كل يوم طبعا كان عندي دوام ايام العطلة ممكن اوصل ثمانين ايام العطلة ممكن اوصل ثمانين وعن كيف كنت احلين كنت احلين الراندوم يعني كل السيستيمات كل مواد مع بعض وقت مثلا 40 سوال الهن ساعة وما كنت احلين على التوتوريول كنت احلين على الاقزام مود يعني كنت ادخل في جول امتيحان الحقيقي وانا قاعد بحل في اليورد حس اليورد هو مش مصدر تقييمه يعني انا ما باستخدمه عشان اقيم حالي انا باستخدمه عشان في البداية اتدرب على الامتحان اتدرب على جول امتحان ثالث اهم استخدام استخدام تعليمي اليورد هو مصدر تعليمي وليس مصدر للتقييم تقريبا فيه في ستيب 1 3600 سؤال فيه تقريبا 3600 سؤال تقريبا اخذ معي 14 روح وما بحل فيهن وزي ما قلنا هو ليس مصدر للتقييم هاي نقطة كثير مهمة لو حل تسيء كثير غلط لا تنكد هو مصدر تعليمي كل سؤال تحلوا غلط اقرأ الامتحان انا نجح فقط اقرأ الامتحان ثماني شوف مثلا هذا السؤال مثلا طبعا نضخط الدم وعشان الحقوق لو جوابت السؤال غلط انا كنت تخوط خوط اقرأ الامتحان اقرأ الامتحان فيه توضيح كامل ليش انا مثلا جوابت بيه غلط نشوف مثلا ليش جوابت بيه غلط نبعتك سيناريو كامل ممكن يكون جوابوا بيه وليش هذا الجواب مش فيه هاي النقطة لما تكررها ع 3300 سؤال و 3300 سؤال راح ينتل حالك لما تشوف السؤال صير يعني تكمن الاجابة الصحة احسن حتى انا مش عادف الاجابة راح تبلش مثلا هاي الاجابة مش ضابطة هاي مش ضابطة هاي ممكن تزبط فبتقط هاي ممكن تمشي معاك يعني مو كل اسئلة لازم تكون عارفة 100% عشان تقدر تجاوبها في بعض الاسئلة اللي بتقدر تجاوبها حتى لو مش عارفها بتجاوبها في الاستثناء يعني طبعا فيه جداول كثير رهيبة برضو فيه صور كثير رهيبة برضو فيه صور كثير رهيبة هاي الصورة بوضحها اليك طبعا اضخف التفاصيل يعني بس انه باس الفكرة العلمة مثلا الباثوي كامل شو هي الأدوية اللي بتشتغل على الباثوي مثلا الفايتامز بتشتغل على الباثوي مثلا بصير ميتو كندري هاي الصور كثير رهيبة وحرام حرام يعني اليو بورد ما ينحل كامل قبل الامتحان طريقت الاستخدام وشرحناها قلنا مهم جدا جدا تقرأ سواء كنت مجاوب السؤال صح أو مجاوب السؤال غلط افهم السؤال افهم هذا الخيار ليش صح هذا الخيار ليش غلط شوف الجداول في بعض الجداول ملخصة مواضيع كثير صعبة بتلاقيها ملخصة في جدول في طريقة كثير ممتازة ممكن تاخذ سكرينشوت للجدول وتحفظه عندك أو ممكن تحفظه في النوتس والفلاش كارد طبعا اليو وارد طبعا اليو وارد فيه اكسبلانيشن زي ما قلنا وفيه فلاش كاردز شوف اذا بقدر سواء ما عطل موجودة على الديمو مثلا هاي المعلومة بدي اسيفها هاي بحط اليو وفلاش كارد طبعا ما تكون بيشترك بيكون الوضع اسهل يعني فتصير مما عطل موجودة طبعا مش مشكلة بس لك نادي وورد 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 انكينغ هو عبارة عن مجموعة فلاش كارد قريبا عددهن ثلاثين الف فلاش كارد وشملت لستيب وند كامل ومع شو طريقة انكينغ فيه توضيحات اكثر عنه ممكن تلاقوه على اليوتيوب فيه قناة اسمه انكينغ ممكن تشوفو توضيحات تبعتها على اليوتيوب لكن شو الفكرة اساسية منه طبعا مش حال اشي حاليا يعني فكرة اساسية منه مثلا انها خيار مثلا ممكن شو انصر سبرجع لي مثلا بعد ثلاث ايام وبعد شهرين ومسط طبعا مش تغرأ مجموع من الخوارزميات يعني ممكن تشوفها اول مرة بعدين تشوفها بعد اربع ايام بعدين تشوفها بعد اثناشهر يوم اذا انت بتشوف المعلومة اربع ايام في قضون اثناشهر يوم فهال المعلومة تتخزن في دماغك احسن هالي الفكرة فيه بس مشكلة انه كثير طويل وكثير بأخذ وقت ممكن تستخدمها للمواضيع اللي انت مستصعبها او ممكن تستخدمها لكامل المواضيع حسب البرايحك بس بشكل عام كونه صار باس فيال بفضل تستخدمها بس للمواضيع اللي بتستصعبها فيه كثير ناس بحب يستخدمها مكامل يعني موضوع اراء شخصية فيه النقطة الثامسة اللي هي نقطة self assessment او اللي هي متحانات قيمة ذاتي طبعا فيه هم تقدمها مثلا بس تخلص المادة اول مرة بس تقدم اول المتحان بعدين تبدأ فترة كل شهر او كل اسبوعين تقدم امتحان و هذه المتحان تقليل سكور من ثلاثة ارقام يعني مثلا بيقول لك انت جابت 240 او 250 بناء على هذا السكور انت تتقف هذا كان مثلا انت جابت 250 توقّر على الله ويحجز للمتحان ما ضر فيه كيف نستخدمها طبعا هم موجودات اولاين الان بي امي ستة في الغالب بكونها موجودات اولاين سعر 61 دولار ما بفضل تشترك فيهن اولاين ممكن تلاقيهن اولاين وفي حاسب تلاقيها على جوجل تحسب لك فما في داع تشترك فيهن اولاين في عندنا فريمية وعشرين دعونا نفتح نشوفه مثلا فريمية وعشرين فريمية وعشرين فريمية وعشرين فريمية وعشرين لتحول تحولها إلى العلامة ثلاثية هذا لازم الكل يحلوا قبل الامتحان وقلنا عن نبي امي فيه ستة نماذج ممكن تحلها برضو برضو عنا اليو وورد مع الاشتراك تبعه طبعا نرجع الاشتراك اليو وورد نشوف الاشتراكت فيه اثنين الان 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 كانوا يقولون عنه اكثر واحد يخمل علامتك في الامتحان هاي شو بستفيد منها بستفيد منها مثلا اذا قدمت امتحان لدينا 250 وبعدم تمام امتحانات ونز 구매 موضعي جاهز وقدر امتحان وادخل كتابة امتحان بس عند اكتوبر 2020 في اكتوبر 2020 موضع تغييرات مهم انتقاج الكمنكي تصميم الكمنكي تصميم الكمنكي ايضا 40% التحول كثير من الكمنكي طبعا اذا تم كان شئ الكمنكي طبعا هاي فيها مشكلة وفيها بتسوي صداع لك ليش بتسوي صداع؟ لانه هاي ما فيها صح بقل لك سؤال اختار للصح بيقول لك اختار للأصح يعني في عندك خمس خيارات أغلب الخيارات صح وانت جد ممكن تعتبرها خيارات منطقية ولكنه حسب مبادئ معينة انت لازم تختار أصح خيار فيه فهاي شوية صعبة وشوية مزعجة غطال الله كثير مزعجة ازعجتنا كثير وعانت معها كثير communication skills بس انا الامان لما درسته من ديرتي ميدسين ودرسته من القناة الثانية اللي على اليوتيوب الحمدلله صار وضعي كويس فيها مش كويس كتير بس يعني الحمدلله صار كويس الاثيكس طبعا الاثيكس اسئلتها القليلة ملتغت من الامتحان ما عليها اسئلة من الامتحان حاليا الاثيكس صار على communication skills موضوع المنجمنت يعني شهو الدول اللي اطلبه في حالات معينة طبعا هسا المنجمنت بقولهم ونملغه صار 0% ولكن هناك مشكلة انه مرات تجيك اسئلة مثلا هذا الدواء شو استخدامه وين استخدمه ما تجيك اسئلة العكس يعني ما بجيك حالي وتعطيها دولا بجيك هذا الدواء وين استخدامه انا الامان بفضل لما تدرسوه غالبا موجود في بوردانت بيوند ويوورد يعني لات لاتت لاتتمدو انه موجود يعني مثلا تركز عليه كثير لا ضيع وقت كثير في المنجمنت ولكن ادرسوا دراسة الممتازة يعني ادرسوا مع المادة العلمية ولكن بقول لنسبة في الانتحان صغر صفر الممتازة ولكن كما قلت لك في بعض الاسئلة يتجي منجمنت ولكن اندرسوا مع المنجمنت يعني هو مش سؤال منجمنت ولكن محتاج منك انك تعرف منجمنت عشان انتعابه مثلا مثلا درسوا الكارد في البداية بتفرج مثلا 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 لكل ستيمات في البداية بتفرج وديوهات بوردانت بيوند بعدها برجع وديوهات سكيتشي لالفارما والمايكرو بعدها مثلا بحل اسئلة Rx وهيك بخلص طبعا هذا الكلام في ال Non Dedicated Period لازم نحل اليوورد وزي ما قلنا بفضل حل اليوورد random تايمت كل السيستيماات مستشوي الاشياء اللي لازم 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 اسويها في فترة Dedicated Period في البداية اليوورد زي ما قلنا بفضل اشترك في اليوورد اخر اربع الى خمس اشهر قبل الامتعان طبعا اليوورد ممكن تراجعوا عراء الناس اللي بقولوا لازم اشترك فيه قبل سنة او قبل سنتين من امتعان انا مصد هذه المظرة لانو بحسة ضياع وقت انك تتحل الاسئلة وانت اصلا مش عارف شو السؤال ومش دارس الفيرست اهد ولا دارس بوردان بيوان ضياع وقت انك تتحل السؤال لانو غالبا راح يطلع معها غلط الشغلة الثاني قناة Dirty Medicine طبعا هاي القناة كثير خرافية قناة موجودة على اليووتيوب كثير رهيب القناة وموضح كثير اشياء فيها زي ما قلنا هم اشي نستخدمها المواضيع الصعبة في مواضيع كثير صعبة ومواضيع مزعجة شريحة Dirty Medicine في طريقة ممتازة ومفيدة جدا للامتحان طبعا مو شرقة تحل الستة ولكن يعني اقل ايش المفروض انك تكون حال ثلاثة مع اليوووورد حال اثنين يعني تكون حال خمسة وتشوف علاماتك فيه واذا علاماتك كويسي فيه انتوكل على الله واحد زل الامتحان طبعا ونقطة مهمة جدا 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 في الديديكيات بيريود هي نقطة ويكنس ديكشن هاي كيف يستخدم هاي من اليووورد جعلتكم على اليوورد اليوورد مثلا تحل مثلا 1500 سؤال تبدأ عندك شغلة بيرانكة يعني توزيعك بالنسبة للطلاب مثلا في اغرب المواد تجيب توزيع 85 85-85 لان هذا متواصل تبعك في كل مواد شفت عندك مادة انت مثلا جبت فيها 65 أو 60 وكتب تعرف ان هاي المادة عندك اقل من باقي المواد فانت محتاج انك ترفع هاي المادة هي احسن طريقة انك تحسن فيها نفسك مش انك تراجع كل شيء لا تراجع اشياء اللي عندك فيها نقاط ضعف لانك ترفع حالك اكثر يعني مثلا لو انت جايب 85 في كل الموديولات وعندك موديولين 65 في اليوورد واركز على موديولين 65 هذول بكم من دراستين عادي مع اليوورد ولكن هذول بعيد دراستين لازم اعطيهن اهتمام زيادة عشان في الامتحان اكيد راح يجع عليها الاسئلة وعندسة توزيعت الاسئلة في الامتحان زي ما انتم شايفين يعني توزيعت الاسئلة اكثر اشي بجعلها الاسئلة هو الباثولوجي بعدين الفيسيولوجي بعدين البيوكيميستري والفارة من اهل الاربع مواد لان تكون متمكن منها كثير كثير لان تمشي كويس في الامتحان زي ما شفتوا الامبرولوجي موش كثير مهمة الامبرولوجي بيجي عليها اكثر اسئلة من الاناتومي لاناتومي طبعا بيجي عليها ولكن اكثر اشي بيجي عليها في ال MSS وفي ال CNS اكثر اشي بيجي عليها المائكرو بيجي عليها تقريبا 9% من الامتحان شوف انا كم بيجي عليها تقريبا تقريبا يجي عليها 9% من الامتحان ليه نسبة كثير كثير 9% يعني البلوك 40 سؤال في كل بلوك بيجي عليها 4-5 اسئلة يعني ما بتنترك كيف سجل الامتحان عن كيف سجل الامتحان في البداية عشان نسجل الامتحان بدخل لها الموقع 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 Educational Commission for foreign medical students graduate online service for physician for physician على علاج الموقع حسنا موقع اسمه SFMG وموقع اسمه وموقع اسمه SFMG وموقع اسمه وموقع اسمه ادخل هنا من الآيوة سوف ادخل هنا سوف ادخل هنا سوف اطلب اني بيانات كثير العبي اقلب البيانات كاملة اتكد اني بياناتك دقيقة لاني بياناتك كثير مهمة لازم تكون كلها البيانات دقيقة بعد عب البيانات و افضل الاشياء بعدها في سبوعين تقريبا بإبعاثي لي ادتفكيشن نمبر وكلمة تسر بدخل على الموقع أول شيء يطلب منك غير كلمة تسر غير كلمة تسر لحب كلمة تسر من انت تحبها بعدها بسوي شغلة بسموها نوتريكام نوتريكام اللي هي بتحكي مع واحد تقريبا وتأكد نهويتك الشخصية طبعا نوتريكام بتكلف 150 دولار بتحكي مع واحد تأكد نهويتك الشخصية طبعا لازم يكون عندك جواز سفر ولازم تسوي سكان لجواز سفر وطلب منك تحلف انه انت الشخص الموجود في صور جواز سفر هاي تقريبا بعد النوتريكام في ثلاث لأربعة سابيع سبحانك تقدم للامتحان لما تقدم للامتحان من نفس الموقع اللي هو من ال ESFMG بتقدم للامتحان و بس تقدم للامتحان بتدفع رسوم تقريبا رسوم اعتقد 1165 دولار 1165 دولار رسوم الامتحان مع 150 دولار والاشتراك ال YouWard وهو تقريبا 300 للأربعة سأенты و تقريبا تتلع تكلف الامتحان كاملة و تستطيع الامتحان تقريبا سبعين في هذه الفترة يجب الكلية تأكد انك طالب عندها تبعث للدكتور و عندك في الكلية المسؤول عن للميديكال سكول ويب بورتال في كل كلية هناك مسؤول عن الميديكال سكول ويب بورتال لدينا في الكلية الدكتور حمد الزعبي المسؤول عنها كانت واصلت معه و تتواصل معه و تقول له انا سويت أبليكيشن لستيب 1 و بده يتأكد هويتي للجماعة انه انا طالب عندكم في الكلية و تطلب من اكثبات طالب تنزل عقول التسجيل و تجيب اثبات الطالب و تسوي له سكان و تبعثه على ايميل و يبعطيك اياه و بعدها يؤكد لهم انك طالب في كلية الطب بعد هالأمور ما تمشي ببعثو لك شغلة بسموه سكيجولينج بيرميت سكيجولينج بيرميت في رقم هذا الرقم بتسجل منه في البروميتريكسنتر بروميتريكسنتر هو المركز المسؤول عن التحانات يواسهم اللي في العالم كامل فبتسجل في السكيجولينج بيرميت في البروميتريكسنتر و بعدها تحجز موعد امتحان و بعدها تحجز موعد امتحان وهذا موقع البروميتريكسنتر و تدور على التسجيل و تدخل و تسجل امتحان الموعد معين و ليس مفتوح طول الأيام يمكن ان تجد مفتوح أربعة و خمس أيام في الشهر و يفضل انك تحجز قبل أربعة و خمس أشهر انا غلطت حجزت في آخر شهر و اتطريت على موعد امتحان كثير و يrate امتحان ما هي اختصر أقوم بإمتحان عند الرابعة ما قد عام شهر مضعين لادية فذلك نجيد من見て و لكن أصبح الاربات بين الدراسية يمكن ان النظراها و يمكن و لكنها واقع todo 처�ئي اتجر في الحيوة و تحجز على موعد اي نقطة ضعف عندك حاول تحلها قبل ان تدخل على امتحان لازم تكون حل التقديم لازم تسوي كل النقاط اللي قلنا عنها قبل شوي هنا تكون مخلصة كلها ولا تفكر كثير في موضوع التقديم مثلا انا مثلا اريد ان امتحاني في شهر سبعة انا اكون اعرف مثلا من شهر خمسة او من شهر اربعة ان امتحاني في شهر سبعة فاكون مجحس حالي للموضوع و اكون حاجز مكان في البرومترك سنتر البرومترك سنتر يعني الاماكن كثيرة تتغير فيه يعني ممكن تلاقي اليوم مكان مفتوح ثم ترجع عليه بعد ساعتين تلاقي المكان تاخذ لانه فيه عدد محدود من الاجهزة فيه وعنه هذا المركز مش وسط امتحانات استبوان له كل الامتحانات الامريكية وفيه كثير ناس بتنافس على المقاعدة موجودة فيه وعن موضوع التوتر اخر شهر في الامتحان اكثر اشيء بخوف انا كنت حاس اني ناس كل شيء درست خلص يعني بحس حالك نسيت كل اشيء بحس حالك نسيت كل اشيء خلاص اعنا ما بقولنا لا تفكر فيه كثير اول ما تشوف السؤال اول ما تبعد قدام شاشة الامتحان ان شاء الله كل شيء درسته ارجعت ذكتراه كذلك كيف اولا ما تبعد فيه السؤال اليوم قبل الامتحان هذه الايام قبل الامتحان الى ايام اكثر مهمة لانه انتحان استبوان مدربع 7 ساعات سبع بلوكات كل بلوك فيه 40 سؤال كل بلوك existه ساعة وفيه ساعة استراحة فالامتحان طويل فبعتمد لان تكون نايم كويس قبل في يوم يعني انا تقريبا اذكر قام الامتحان نايمت على الساعة 9 ونص وقمت على الساعة 4 ونص قمت على الساعة 4 ونص 4 ونص الفجر ونمت على الساعة 9 ونص يعني تقريبا كنت نايم قرابة 8-7 ساعات الاكل قبل الامتحان في يوم بفضل ما تأكل اي اكل بذائق ما عندك حساسي من اشي حاول تباعد عنه حاول كل اكل خفيف وحاول اخر وجه كابل الانوام في فترة الاهم اهم شي انك لاتشرب قهوة قبل الامتحان في يوم ل انه ما في اي امل انك تصر لانو lif بدت المتحان بيوم بس رجعت شوية معادرات في البريستات لقد أخذت بعض المعادلات في جنرال فارماكولوجي ولكن هذا اللي سويت تقريبا دراستي ممكن ساعة حتى أقل من ساعة دراستها فقط كنت مرتاح طول اليوم بحاول ألقي عصابي طبعا تكون متوتر قبل الامتحان في اليوم ولكن حاول تتعابل مع هذا التوتر حاول تلقي عصابك وتفكر على الله يوم الامتحان يوم الامتحان كما قلنا على الساعة سبعة كنت موجود في مركز الأميديست قريبا الموظفين هناك كثير متعاونين كثير متعاونين ومحترفين على السبعة وثلث بلشت الامتحان وصلت على السبعة بالضبط بلشت الامتحان أعتقد الامتحان أخذ معي ثمان ساعات بالضبط على الساعة ثلاثة وثلث خلصت الامتحان السنتر موجود في عمان اسمه أميديست طبعا لازم يكون معاك بالرصف يجب أن تكون معاك السملي سكي جوليك بيرمت هذه الأورقة التي تسجل فيها في البرواناتكسينتر تbyدها رسوم الإمتحان في أسبوعين هذه الأورقة يجب أن تكون معاك وبدونها ممنوع تدخل على الإمتحان أميديست أقرأ التفاصيل فيه اهم نقطة فيه انه يكون معاك السكيجورنج بير متل الامتحان طبعا بحب القهوة كتير يعني كان معاي زي حافظة بتحفظ الحرارة وكنت حط فيها قهوة كنت بين كل بريك و بريك سمقدم اول بلوك مثلا بعدها بتطلع فترة استراحة طبعا بعطوك هناك خزانة بعطوك خزانة تحط فيها غراضك يعني بجي معك اكل و بجي معك مية عشان ما تتغلب كنت جايب معي قهوة و مية و بروتيين بارز ما حبيت اوكل سكر بدون سكر بين كل بلوك و بلوك لان السكر برفع الانسولين وفجأة برجع بنزل السكر عندك و تدخ فجأة تشعر حالك شويه هك صار عندك هبوط فجأة فيفضل انك ما توكل سكر بين كل بلوك و بلوك واذا بتحب القهوة يفضل انك جي معك سخان قهوة و جي معك مية بين كل بلوك و بلوك تشرب مية تشرب قهوة توكل بروتيين بارز و ترجع تدخل و تدخل الحمام برضو و تدخل بين كل بلوك و بلوك طبعا بين كل بلوك و بلوك كان في زيت فتيش فتشوك ترفع كمامك ترفع بانطرونك من تحت و قولوا لك ترفعه لانشوفوا منطقة الجوار بقولوا لك نزلهم عشان نشوفوا اذا انك مخبغوش او لا و تأكدوا من هويتك كل مرة تفوتوا و تطلع فيها فموضوع الفوتو تطلع مزعت كل مرة بأخذ منك ثلاث دقائق و تفوتوا و تطلع كما قلنا كافي مهم توكل بفضل ما توكل اي اشي تقيل في الامتحان تغذى في نصف الامتحان فكرة شوية سيئة بفضل انك توكل بروتين بارز او اشي خفيف خفيف السكر يعني ساندوشات او اشي خفيف السكر و يكون مع القهوة و اكيد لازم تلبس اشي مريح لانه الامتحان عبارة عن ثمان ساعات تكون متصل فيه قدام الكورسي فلازم تلبس اشي مريح حتى تكون مرتاح في الامتحان و يكون تركيزك كامل موجود بس في الامتحان شوف بعد الامتحان واحدة من احسن لحظات في حياتك لما تطلع من الامتحان تكون كثير ممسوط المفوض انك تسترخي وبعد اسبوعين بالضبط اسبوعين لثلاثة سابعة انا شخصيا اجتني بعد اسبوعين قدمت انتحاني اربعة اجتني اربعة بعد اسبوعين على الساعة اربعة و كثير من اسبوعين بالضبط بعض الناس حتردية تقالوا ثلاثة سابعة ولكن اغلب اللي بعرفهم طلعتهم من الاسبوع في اسبوعين خلال اسبوعين تصلك الامتحاني على الاميل و بالتوفيق للجميع ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة